موسيقى 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 زي ما أعتقد بعض الناس لكن في بعض الأحيان لما أنت ما توفر لكش الوسائل يعني زي ما نقوله توس سواقيننا نعمة عدنابا يريد يخلص نقدا ونعرف أنه هناك مشكلة النقد كاش يعني في الوقت الحالي مع هذا أحنا سعينا وفي بعض رجال أعمال وساعدونا ونسعرين في أنه كيف نضم هالقمامة هذه لأن هذه عبارة عن مرض وفي فترة الكورونا رسالة بنوجهها للمسؤولين ولأهل طرابلس أننا نجب أن نتعاون حلو المشكلة حلو الجدرية نحن مقدمين في فصل القمامة هذا حل أساسي لازم منه في المحرقة وفي حاجة أهم نقطة أنك أنت توفر التمويل يعني مخصصات النظافة مش معقولة أربعة وخمسة وستة للبلدية ونص سبعة ما نزلش مخصصات البلدية على الشهور هذه كلها بقى بتنقام القمامة بالبلاش يعني أنت لازم توفر التمويل هذا في محلة شيئا أنك أنت أناك بلدية وزارة المالية نقوله أعطينا لإدن أننا نأخذ جبارة القمامة يعني البلدية لا هي قصر ولا هي خانب ولا هي الوصوص أنك أنت لا تسمحونا لحد تواب أننا نعمل الجبارة المحلية باش نقدر نصرف على بلدياتنا أسف أنهم قاعدين يحاربوا في الإدارة المحلية بكل ما تعني الكلمة ويتمنيوا أن ترجع مركزية باش تقعد نفس التخبط السابق عيد الأطحة نحن لدي برنامج بقودة الله بقودة الله نحن لدي برامج لندي متعودين نحن لدي الترابس ثلاث سنوات الماضية كانت تنضمن أول يوم في إدارة الحالجلود والمشاكلات نحلو في إشكالياتها لكن لو بيسك علي المكب في السنة هذه طبعا نحن نعاني مشكلة المشكلة الأساسية في إدارة الحالية هي المكب وزارة الداخلية هذا مشغل هذا شغل وزارة حكم محلي وزارة داخلية هذا شغل وزارة حكم محلي في مشكلة الفلوس الداخلية ما تدخلش في الموضوع هذا